موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا حباب قلبي في قناة ديك البرابر النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الدونة السريع بدون خميرة ولا حليب هنعمله بطريقة سهلة جدا المأجير اللي معايا مايا كبايتين دقيقة عليهم رشة ملح معلقة صغيرة ونص بيكنج بودر كيس فانيليا بيضة بدرجة حرارة المطبخ معلقتين كبار زبدة سايحة معلقتين كبار سكر معلقة صغيرة قرفة نص كباية مية للعجو ممكن تستبدله المية بحريق نبدأ ونسمي على بركة الله بسم الله هجيب طبق قهبولة وهنزل بيضة بدرجة حرارة المطبخ وعليها كيس فانيليا ومعلقتين كبار زبدة سايحة أو سمنة اللي متوافر عندك ومعلقتين كبار سكر ومعلقة صغيرة قرفة القرفة حسب الرغبة عايزة تحطيها حطيها مش عايزة خلاص براحتك نص كباية مية أو حليب وهقلب كل المكونات السيلة مع بعض هنزل عليهم بكوبايتين دقيقة عليهم رشة ملح بسم الله ومعلقة ونص صغيرة بكنج بودر ومعلقة ونص وحاجن العجينة لحد ما تبقى طرية ونعمة ومش بتلزق في إيدي اضفها عجلت العجينة كويس جداً لحد ما بقى طرية ونعمة ومش بتلزق في إيدي والطبق بقى نظيف اغلتها بكيس واسبها ترتاح لمدة عشر دقايق عشر دقايق بس عشان اعرف اشكلها العجينة مفاش خميرة مش هتحتاج اللي هي تخمر بعد ما سبت العجينة ارتاحت لمدة عشر دقايق دلوقتي هقسمها الكوار صغيرة بحجم اللمونة بسم الله حلوا الحجم ده وحرصوهم على رشة من الدقايق حلوة قوي الحجم ده عايز انتكبرة او تصغرة برحيتكم هخلص الكمية اللي معاية بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم خلص قسمت العجينة كلها الكوار صغيرة بحجم اللمونة دلوقتي هشفكلها من اول كرة قسمتها بسم الله هجيب اول كرة وحبرمها هبرمها رفيع خلص برمتها رفيع زي الحبل كده هتنيها اتنين وحلفها على بعض شايفين؟ لفتها كده همسكها من تحت هقفلها وبقى معاية شكل الدونات هعمل واحدة كمان هجيب الكرة هبرمها هبرمها رفيع هبرمها زي الحبل رفيع خالص خلص برمتها هتنيها على بعض بالنص وحلفها اهو كده بالمنظر ده وحاجي للاخر هقفلها شايفين الجمال؟ هخلص الكمال معي بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم اهو يا حباب قلبي بعد ما شكلت الدونات كله دلوقتي هنروح مع بعض نقليب زيت غزير صخ بسم الله هطيت طاصة على عين البتجاز وحطيت فيها زيت غزير الزيت صخن هنزل بالدونات بسم الله مش حملة طاصة على الآخر عشان يستوب راحته بسم الله تمام كده هسيبه لحد ما ياخد اللون الدهبي وحوريهوركو شايفين الجمال؟ الدونات سأاخد اللون الدهبي تمام كده هصفيه كويس جدا وهطلعه وحرش عليه سكر بودر هنزل بباقي كمية الدونات بسم الله اخليها لحد ما تاخد اللون الدهبي وبعدين هطلعه هخلص كل الكمية بنفس الطريقة وبعدين هوريهوركو اهو يا حباب قلبي الدونات بعد ما خلص وطلعت ورشيت عليه سكر بودر شايفين شكله جميل ويفتح النفس ازاي؟ وهش جدا شايفين الجمال؟ تحفة؟ جربوا ان شاء الله هيعجبكم هسيبلكم المقادير كلها في صندوق الوصف لو عجبتكم طريقة عمل الدونات السريع بدون خميرة ولا حليب ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر اشوفكم في فيديوهات تاني سلام سلام